السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات الذي يعنينا في مصطلح السنة هنا في مجال الاعتقاد أو في علم العقيدة أهل السنة والجماعة ولذلك يقول الحافظ ابن رجب عبد الرحمن بن رجب الحافظ الإمام يقول في تعريف السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات ثم صار معنى السنة في عرف العلماء عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك في مسائل القدر ومسائل فضائل الصحابة ولذلك صنف العلماء في هذا العلم في علم العقيدة تصانيف وكتب ومؤلفات سموها كتب السنة